الفساد هو العنوان الابرز الذي خرج من اجل الشعب في انتفاضته المستمرة منذ اكثر من 120 يوما وكل يوم تنجلي ملفات تكشف عن حجم الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة العراقية اخرها ما قدمه عضو مجلس النواب عبد الرحيم الشمري الذي اكد وجود ملفات فساد كبيرة في توزيع المنتجات النفطية في نينوى وعموم المؤسسات النفطية الامر الذي فنده مدير دائرة المنتجات النفطية في نينوى فلاح المنديل مبينا ان القضاء العراقي هو الفيصل في هذه القضية القضاء هو الفيصل الحاكم اكيد من يعمل يخطأ فهنا خطأ متعمد وهنا خطأ غير متعمد بما انه الملفات كما ادعى سيد النائب انه موجودة فيها هيطة النزاهة فنترك الموضوع لهيطة النزاهة ولا داعي للإعلام يعني انا اليوم بما ان الموضوع فيه هيطة النزاهة ما يحتاج انه شحر انا واطلاع وهذه سبعة الشركة احنا نستطيع عقابة دعوة كون اغلب الملفات هي ملفات اصلا بس الصفحات الاولى وردا على التفنيد عاد الشمري مرة اخرى واكد ان منظومة الفساد متكاملة متحدثا بالتفصيل عن اشياء جاءت من ضمن التفنيد الفساد قوي جدا في المنتجات النفطية يعني عندنا ملفات ما اريد ان نذكرها كلها ولكن باعتبار الاخ طلع يفند حسا موجود حسا اكو محطة تنفذ مثلا المحطة المهندسة المشرفة المقاول زوجة وطبعا اكو تزوير بشي اسمه الكميات او شي هذا ما يسمونه وهذا مثبت واكو تواقع للمهندسين المهندسين ما موقعين وما اشياء وقاعد يشتغلون هسا هو الاخ ايضا قال بالتلفزيون طبعا انا ما اريد ان ردت يعني يذهب الى القضاء هو الرجال ويبين كل شيء مدير المنتجات النفطية فلاح المنديل دافع عن مؤسسته وقال ان كان هناك محطات تبيع باكثر من السعر المحدد فهذه مسئوليتنا اما الاتفاقات فلا شأن لنا بها اذا كان هناك اي محطة تبيع اكثر ب15 الف فاحنا مسئولين عنها بس كتعاون وكيل الى صاحب الدار هذا احنا ما نقع من مسئولتنا احنا مهمتنا تقع داخل المحطة وبتابعة التهريب المنديل اكد ايضا ان جميع المضخات حكومية واهلية مبرمجة على 40 لترا ولا مجال للزيادة وان شرطة النفط تتابع المتجاوزين كل المضخات الحكومية والاهلية هي مبرمجة على 40 لتر يعني احنا هسا كلها احنا نجهزها ومبرمجة على 40 لتر وهذه موجودة وعدنا مركز شرطة مركز شرطة النفط متابعة وعدنا هسا لو شوفك الساحة ساحة المصادرة السيارات بها مئات من السيارات المصادرة وبحسب محللين فان الملف سيبقى مفتوحا لمعرفة الحقيقة خصوصا وان لجنة النزاهة في البرلمان وثقت العديد من حالات الفساد في نينوى وقد تم تقديمها الى السلطات القضائية لاتخاذ الاجراءات اللازمة فهل سينتهي الامر بذهاب المتهمين الى بغداد واغلاق من الملفات والعودة كما في كل مرة بكتب شكر وتقدير على حد قول النائب